سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه يا ربتكم خير دمان يا رب. الفيديو ده هكلمكم في عن جهازين من الفعال الاقتصادية او الفعال اللي هي صديقة لحسابك في البنك شوية. والجهازين دول هما وسعر الجهاز ده خمس تلف وستمية جنيه على موقع الجي. والجهاز التاني هو التوشيبا تلتمية واتناشر وسعر الجهاز ده ستلاف جنيه على موقع العربي. فالجهازين سعرهم قريب لبعد ولكن اجهاز فيهم هيكون الافضل او اجهاز فيهم هيبقى مناسب ليك اكتر فاجابك على السؤال ده دلوقتي بس عايز افكرك الاول ما تنساش ان يوم الاربع هيكون فيه على الفيسبوك من الساعة تسعة للصلاة احداشر واللايف ده هجاوب فيه على اسئلة المشاهدين اللي بتجيلها على القناة باستمرار لاني للاسف ما بقيتش لاحق ان انا ارد على كل الاسئلة بتاعت الناس بتجيل كمية اسئلة كتير جدا عالقناة فمش لحق ان انا ارد عليها كلها فان شاء الله هجاوب على جزء كبير منها في ده من الساعة تسعة للصلاة احداشر يوم الاربع على الفيسبوك. ودلوقتي يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش هاي فيديوهات جديدة. وهبتدي الاول ده من موديلات الفين عشرين وبيجي بنزام صوتي بقوة ربعمية وعشرين يعني بيكون فيه تلت قنوات مخصصين للصوت العام وقناة مخصصة للسابوفر. والتلت قنوات بتوع الصوت العام بيكون فيهم قناة مخصصة او السماعة الف النص المخصصة لصوت الحوار وقناتين مخصصين للصوت بتاع المؤثرات او السماعات اليمين والشمال. ده بشكل عام بيتكون من خمس سماعات غير السماعة بتاعت السابوفر. الخمس سماعات دول بيكون سماعة فيهم والسماعتين الجنبيتين بيكونوا سماعات يعني كل سماعة بيكون معاها تويتر فتلاقي ان المجموع عندك خمس سماعات غير السماعة بتاعت دا بيكون بقوة متين وعشرين واط والمتين واط الباقيين بيكونوا متقسمين على الخمس سماعات. وعلى مستوى التصميم الخارجي ده فالتصميم بتاعه يعني شكله كويس شكله سيابي بيجي باللون الاسود ومصنع من البلاستيك والواجهة الاميالي بتكون من المعمل. ولكن يعني الحاجة الوحيدة استغربها في تصميم ده ان الزراري بتاعت التحكم فيه محطوطة في جنب مش محطوطة فوق زي ما تعودنا في اغلب اجهزة ولكن على اي حال فهتلاقي شاشة دي العرض ببيانات مخفية وراء المعدة. اما بالنسبة فهو يعني بياخد شرط الصوت بتاعته من ولكن مازال بيكون فيه عشان توصله بمصدر الطاقة. وطول ده متر وخمسة سنتي وارتفاعه خمسة ونس سنتي وعمقه تمانية ونس سنتي. وحجمه اعتبر مناسب للشاشات اللي من اول التسعة واربعين بوصة او اكبر. اما بالنسبة لك كونكتبتي او وسائل الاتصال فالسون بار ده بيكون فيه مدخلين اتش دي ام اي مدخل اين ومدخل اول. المدخل اين ده هتحتاجه في حالة انك انت عندك مسلا ديف دي بلاير او بلاي ستيشن ومحتاج توصلهم على والسون بار هو اللي ينقل الصورة بتاعتهم من شاشة التلفزيون. ولكن اخد بالك هنا بالنقطة ان اصدار الاتش دي ام اي هنا هو فمش تقدر انك تنقل غير الصورة اللي بدقة بس لشاشة التلفزيون. يعني لو شاشة التلفزيون عندك كانت شاشة والديفدي بلاير بتاعك فالسون بار نفسه مش هينقل غير الصورة الفول اتش دي بس لان بتاعه واصدار وان بوينت فور. وده بالاضافة طبعا للسون بار ده بيعدعم البلوتوث ولكن اصدار البلوتوث بتاعه اصدار اربعة فيعتبر قديم شوية. فمنصحش طبعا ان انت توصل ده على شاشة التلفزيون عن طريق البلوتوث. بالاخص لو كانت شاشة التلفزيون اللي عندك من الشاشة لان الشات تحديدا البلوتوث فيها بيكون متوفق اكتر مع البلوتوث في السون بار ده لان في خاصة اسمها والخاصة دي وظيفتها انها تزبط التزامن ما بين الصوت والصورة لان احيانا لما انت بتبقى موصل على شاشة التلفزيون عن طريق البلوتوث. واصدار البلوتوث بتاع او بتاع شاشة التلفزيون قديم شوية زي اصدار او فور بوينتو. فبيبقى فيه او بيبقى في يعني عدم تزامن ما بين الصوت والصورة ساعات بتحس ان انت شايف الصورة سابق الصوت او الصوت سابق الصورة فعلشان كده مش بنصح ان انت توصل شاشة التلفزيون على عن طريق بلوتوث والافضل انك توصلهم عن طريق كابل الصوت او عن طريق مدخل ولكن افضل طريقة فيهم هي المستوجه اود الصوت فالسون برده بيدعم الصوت المحيطي لكن لا يدعم الصوت او ولكن من اهم مؤيزات برده تقدر انك توصله بعد كده سماعات خلفية لو انت عايزت انك تكبر يعني برده او يعني تاخد منه صوت احسن وتخلين بدل تري بوينت شانل بتقدر تعمل ده عن طريق انك توصله سماعات موديل وهي بتكون كت متكملة بتتكون من السماعتين ومعها الجهاز اللي بيوصل السماعتين بالساون بار عن طريق الواي فاي ولكن في الحقيقة ما عنديش فكرة هل الكت دي زي كانت متوفرة في مصر ولا لا ولكن هي موجودة برا مصر وسعرها مية دولار ولكن مشاكل عام صوت الساون برضا اعتبر من الاجهزة اللي صوتها كويس هتقدر تسمع فيها صوت حاله بالخص لو قدرت انك تجيب له السماعات الخلفية وهيحسك بناءلة كبيرة جدا من صوت السماعات بتاعت شاشة التلفزيون العادية اللي عندك بتاعه كويس ولكن مش احسن حاجة بيفتقد شوية للحتة بتاعت او يعني مش هتحس ان بتاعه يعني احسن حاجة على الاطلاق ولكن بتاعه اعتبر صوته كويس جدا وقوي جدا وتقدر عن طريق الموت كنترول انك تتحكم في او بتاع الصوت بشكل منفصل على السماعات الخلفية ودي برضو من المميزات الكويسة بالاضافة برضو انك تقدر تتحكم في او بتاع الوحدها ودي برضو من المميزات الحلوة اللي هتساعدك انك توضح اكتر صوت الحوار لو انت بتتفرج مسلا على برنامج تلفزيوني او على ناشط اخبار وكل الحاجات دي برضو تقدر تعملها عن طريق بالاضافة لان برضا بيعضع بخاصية اللي بيستخدم الذكاء الصناعي في ان هي بتعمل عملية تحليل المحتوى اللي انت بتفرج عليه او هي بتدر ان هي اتميز النوع بتاع المحتوى اللي انت بتتفرج عليه سواء ازا كان فيلم او مزيكة او برامج تلفزيونية عشان تثبط لك الاعداد بتاعت بشكل تلقائي على افضل اعداد لها عشان تطلع لك احسن جودة صوت ممكن اما بالنسبة لساون بار تلتمية واتناشر فالساون بار ده يعني يعتبر ساون بار يعني فيه اكتر من مركب تستخدمه يعني هو نفس بس اسمه تلتمية واتناشر نفس بالزبط هو الفرق يعني ان ده اسمه وده اسمه توشيبة فلو انت في البلد اللي انت فيها مقدمكش توشيبة هتلاقي واحد اسم تلتمية واتناشر وعلى اي حال اي ان كان الاسم الجهاز سواء توشيبة او هايسنس فهم نفس الجهاز بالزبط وهم بيجوا بنفس التصميم اللون ويكون مصنع من البلاستيك والواجهة الامامية ليه بتكون جريلة من المعدن والتحكم في ده بيكون عن طريق اربع زراير موجودين في من فوق على الجنب وهم زراير عادية مش تطش بالاضافة لانك هتلاقي شاشة العرض البيانات في الواجهة الامامية للسون بار مخفية وراء الجريلة المعدن والسون بار ده بيكون بنزام صوت بقوة تلتمية وات يعني برضو بيكون في تلات سماعات مخصصين للصوت العام وسمعها مخصصة للسابور والسون بار نفسه بيكون متكون من ست سماعات كل سماعة بتكون يعني بتكون سماعة ومعا تويتر فعشان كده المجموع بتاعهم ست سماعات والسابوفر ده بيكون بقوة مية وعشرين واط والمية وتمانين واط الباقيين متقسمين على ست سماعات اما بالنسبة في هتلاقي في برضو مدخلين مدخل اين ومدخل ولكن المميز هنا ان مدخل اصدارته وهتقدر عن طريق انك تنقل الصورة اللي بدك بتفور كي لشاشة التلفزيون لو انت موصل او بلاي ستيشن بيدعمه الصورة وغير كده هتلاقي فيه مدخل مع مدخل ومدخل بالاضافة لمدخل الصوت ودعم ولكن هنا اصدار اللي بيعتبر اصدار اعلى شوية من اللي موجود في وبالنسبة لجودة الصوت فالساون برده بيدعم الصوت المحيطي العادي بالاضافة لانه بيضعم الصوت واللي بتعتبر احد مميزات برده لكن لا يدعم الصوت او بتقدر برضو عن طريق ريموت كنترول لانك تتحكم في الليبل بتاع بشكل منفصل عن بقية السماعات ده غير ان فيه خمس اوضاع للصوت مسبقة الاعداد تقدر لانك تستخدمهم على حسب الحاجة اللي انت بتتفرج عليها ولكن للاسف مفيش للساون برده فمش يتقدر لانك تستخدم معا فعلشان يعني لخص لك موضوع الاختيار ما بين الجهازين دول لو انت دلوقتي محتار ما بين والتوشيبة تلتمية واتناشر فخلينا اقول لك ان طبيعة استخدامك انت هي اللي هتحدد اجهز فيما هيكون مناسب ليك اكتر. بمعنى انت دلوقتي اتقارن ما بين الجهازين على مستوى جودة الصوت ولا على مستوى مداخل ومخراج الواصلات. لو انت الاهم ليك جودة الصوت ففي الحال دي هقول لك طبعا ان اللي جي اللي هيكسب لان اللي جي بكل المقاييس يعتبر افضل في جودة صوته من التوشيبة لانه جهاز ربعمائة وعشرين واط مش تلتمية زي التوشيبة بتاعه متين وعشرين واط مش مية وعشرين واط زي التوشيبة. هو انا عارف ان الموضوع الواط ده ما اعتبرش يعني لحاجة الدقيقة قوي لقياس يعني جودة الصوت ولكن بيعتبر يعني حاجة تشبيهية كده ان نقدر ان احنا ميز بها الفرق ما بين الجهازين. فاعتبر الجهاز الالجي افضل في جودة الصوت كمان حتى لو سمعتوه مع الطبيعي يعني هتلاقي ان الجهاز الالجي الصوت بتاعه انقى واوضح من الجهاز التوشيبة لكن لو هتقارن ما بين الجهازين دول على مستوى مداخل ومخرج الواصلات ففي الحالة دي هقول لك طبعا ان الجهاز التوشيبة هو اللي هيكسب لان اهم ميزة فيه انك تقدر تنقل الصورة عن طريق مدخل اللي فيه عشان مدخل دي معاي بتاعه اصدار زي بالاضاف كمان لان بتاعه اصدار احدث لانه اصدار مش اصدار غير كده كمان في عدد مداخل اكتر من الواصلات هتلاقي فيه هتلاقي فيه مدخل فكل دي حاجات بتميز الجهاز التوشيبة على مستوى مداخل مخرج الواصلات مش هتلاقيها في الجهاز الالجي فانت فكر براحتك يعني يشوف ايه الحاجات اللي هتبقى مهمة ليك اكتر وخد القرار بتاعك خلي في دماغك كمان فكرة ان الجهاز الالجي هتقدر تستخدم معها الموبايل وتقدر تحكم فيها مطارية الموبايل الجهاز التوشيبة مش هتقدر تعمل معا كده واتمنى في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا انا دلوقتي هتقدر تفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتزار قدامك وقارت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وانتقابل فيديو بديد ان شاء الله سلام